جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول اليمن انعقدت هذه المرة خلف الأضواء الساطع التي تركزت على القمة العربية الثامنة والعشرين في الأردن وجاءت كذلك بعد 12 يوم فقط على عقد جلسة مماثلة لمجلس الأمن حول اليمن بناء على طلب من روسيا الوضع الإنساني استحوذ على اهتمام ومناقشات أعظام جلس الأمن وسط إصرار من جانب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على إمضاء مقترحته للحل التي رفضت من جانب الحكومة والمتمردين والتي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها تلخص رؤية وزير الخارجي الأمريكي السابق جون كيري كما جاء في سياق تصريح للسفير البريطاني لدى اليمن سيمون شيركليف لا جديد في هذه المناقشات ولا في النتائج التي أفضت إليها فالمجلس أعاد إطلاق الدعوات ذاتها للأطراف لكي تتجاوب مع مقترحات ولد الشيخ للسلام وأن يحقق تقدم باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار وتسوية سياسية مستدامة وأن يبدل المزيد لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات عبر كافة الموانئ اليمنية وفقا للبيان الذي تلاه الرئيس الدوري الحالي لمجلس الأمن الدولي البريطاني ماثيو رايكروفت التطور الأبرز في مناقشات مجلس الأمن هو وقوف المجلس باهتمام كبير أمام ظاهرات تهريب السلاح الإيراني للحوتيين حيث أبدى الجانب الأمريكي قلقا خاصا في شأن تقارير عن إمداد إيران الحوتيين بمعدات عسكرية تطور خطير يبدو أنه سيهيمن منذ الآن على المناقشات التي تجرى حول اليمن في ظل اليقين الأمريكي بمصداقية التقارير التي تتحدث عن تنامي ظاهر التهريب أسلحة إيرانية حديثة وأكثر تعقيدا إلى اليمن بين نيويورك والبحر الميت حضرت القضية اليمنية بمستويات متفاوتة فالمرجعية العليا للقرى العربي شددت في بيان القمة على دعم الشرعية والحل السياسي استنادا إلى المرجعيات الثلاث فيما لا يزال المبعوث الأمم مصرا على مقترحات لا يبدو أن التطورات الراهنة توفر أي فرصة لتمريرها